مازلنا متواصلين معكم مشاهدنا في برنامج الصباح الوطنية بضيوف أجدد مواضيع أجديدة كذلك دايما نقول لكم تقدروا تشاركونا أراءكم في مواضيع عدد اليوم عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة عبود يعني لو نقول لك رياضة الإلكترونية وش تعرف عليها؟ رياضة الإلكترونية هي رياضة يعني حديثة العهد في الجزائر لكن يعني لما تسمع كلمة رياضة إلكترونية وش يخطر في بالك؟ فضاء إلكتروني يعني أكيد هي هذه الرياضة تكون عبر ربما فضاء إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ربما تكون بعيدة كل البعد عن رياضة الواقع وكما نعرفوا أنه هذه الرياضة هي رياضة حديثة العهد في العالم والجزائر ككل نعم يعني لك حفظ الدرس عبود طبعا لابد أن نحفظ الدرس نعم طيب مشاهدين هو موضوع فقرة اليوم الرياضة الإلكترونية اللي راح يشاركني فيها السيد ياسين طهاري مرحبا بك معنا وصباح الخير صباح الخير شكرا على الاستضافة وشكرا على شكرا يعني أنا نشوفه فيه مع الصباح رونايض بحب نشاط حيوية ياسين أول شيء يعني المشاهد اسمع كلمة الرياضة الإلكترونية الآن يتساءل ما هي الرياضة الإلكترونية برغم من أنه يعني حاولت يعني أنا كريمة أنه نفسلوا لهم ولو قليلا فأنت أدرى بما هي الرياضة الإلكترونية فهل بالإمكان تقول لهم وش هي الرياضة الإلكترونية بالضبط الرياضة الإلكترونية هي نفس الشيء كما الرياضة الكلاسيكية الرياضة هي تكون عبر الأدات الإلكترونية معناه بأيزم لألعاب الإلكترونية أو عبر أنترنت هي كما واحد كي لعب كرة القدم كلاسيكية يعني في الواقع والكرة القدم في الإلكترونية عبر فيفا الجو فيفا المعروف يعني الغني عن التعريف نعم نعم يعني هنا يوضح الفرق يعني فيه فرق بين الرياضة الإلكترونية والرياضة العادية نعم نعم لكن أين يتجلل يعني وين الفرق الأكبر بناتهم هي هي الهواية ما جايش هي كم يقولك بل فيها نقاط مشتركة نعم فيها نقاط مشتركة نعم ممكن هي هواية يعني أكثر بما يعني مش ممكن يعني لأننا نعرف أن رياضة العادية هي رياضة يعني تقام فيما لعب في كذا لكن هي ممكن في البيت في أي مكان تقدر تلعبها في أي مكان عبر الانترنت يشاركوا في هذا الالتقاد باش نعرفه زعمك شكون هما الأفضل لعبين جزائريين نعم لعبين في الولاية أو عبر الوطن طيب ياسين شفنا معاك يعني أهم الفرقات في هذا الرياضة الإلكترونية طيب هل فيها يعني شروط للمشاركة في المسابقات التي تنظموهم هي ما فيها الشروط قبل الجزائريين يقدروا يجو يشاركوا معنا عدنا من كان يجو من شحر من الولايات من خارج من الجزائر العاصمة كان دراري كان كبار كان يجو مع معباتهم يعني أدفل جحال يكون العمر دي لهم هي يفو ونجنرال هي يكون واحد من 12 سنة وطلع يعني يكون قادر يعرف العرب ويرعب ويفهم نعم وكنت على ذكر المسابقات لو يعرفنا بالمسابقات اللي نظموهم يعني اللي تنظموهم أنتو مينشير المسابقة اللي تنظموهم كيف تنظموهم هي حنا نظمو ديلو دي شامبيونه كماتا كورة القدم يجو شاركوا فيهم يربحو دي بوان وبعد كان كان رانكينغ نعرف كما في فكرة القادمة، نعرف كيف يكون خير في كل سنة وكما في فكرة القادمة، كان يتعاود سنة أو سنة في السيزن 2021، 2022، 2023 تقريباً ما لديكم من سنة وأنتم في هذه النشاطات؟ هنا في أسفة ست سنوات ست سنوات يعني؟ من فيفا وحتى فيريفاير فيفا، فيريفا، بيبشي، إلعاب قتالي، قتالي نعم، نعم نعم، كريمة، إذا ممكن يعني فيه ربما فيديوهات صور يعني حاضر، فريق الإعداد يقدم نشوفه مع بعض، نحن نتحدث مع ياسين نعم، نعم، طيب ياسين، هل حازت الجزائر على جوائز في هذه الرياضة؟ مش غير واحدة، واش حال من جوائز؟ يعني راي سبات الجزائر في هذه الرياضة؟ الحمد لله، جزائر راييرا مشرفين الرياضيين الإلكترونيين الجزائيين شعور ours في المشرفين المليح، كان بارئزم في لعبة بشغل في عبد الستريت فايتر، كان في حانت شمبيون أفريقي في سنتين 2019-2020 كان ممثلين جزائريين يشاركوا في الانترنشنال كما كان جوار اسمها روف يمتع في بيب جي في واحد اكيب انترنشنال اسمها نيجماوي مثل العلم كان جوار في أبوضابي جزائري جزائري مثل جزائر يعني تكون عبارة عن اسماء مستعارة نعم فانطا وغيرها هي اسماء إلكترونية لكن الجوائز هل هي جوائز قيمة جوائز عادية على حسب المباراة كان هما رياضين بروفسيونال اللي ربحوا بها دراها مخارسن بها كان لي غير هواية صغار غير هواية تكون يعني مقسمة بين فئة الكبار والفئة يعني تتصار صغار وكان لي بروفسيونال وكان غير هواية دراها غير هكا كما هذك هما اللي لعب بولة بروفسيونال في الكلوب وليلعب كرة القادم في هواية نهار الجماعة نعم ربما المشاهد لما ذكرنا الجوائز ممكن يعني لو وش هي الجائزة الكبيرة اللي نالتها الجزائر يعني في غلاء الرياضة عبر ميتال العمليفات كان Gonna نضم في الجزائر وكانوا قادروا يربحوا مئة مليون سنتيم جزائري كان اللي شاركو وربحوه نعم يعني هي رياضة رياضة حقيقية هنا فيها قيم كبيرة كما كنت القادم بروفسيونال هي كان رياضين إلكترونيين بروفسيونال عندهم خدمتهم ويخلصوا كل شهرية ويخلصوا ملايه نعم يعني عبود غيرت رأيك في هذا الرياضة نعم يعني لما رأني مع السيد ليره يحكي ضيفنا نعم يسين ليره يحكي لنا يعني ما كنتش نعرف أن هذه الرياضة فيها كمية كبيرة من هذا الانجازات يعني أنا كنت أجهل هذه الرياضة كان رياضين ما يتباهم في اليوتيوب عندهم ملايين المتابعين وعندهم مملي سبونسور بروفسيونال كما أديداس كما نايك كما كوكاكولا هذين يشاركوا في الرياضة الإلكترونية هما سيدي سبونسور نعم لكن يقول أنه يقولوا أنه الإنسان لازم يكون جايمر باش يقدر ينجح في هذا الرياضة الإلكترونية صحيح؟ يفو يفهم شراحي الدير مش غير هكا مش هذين مش يظهروا يعني فيها تقنيات هكا تعرفنا بيهم يا ياسين هي تقنيات فيها تقنيات وفي واحد يفهم هي كمية الرياضي رياضي مش غير يجي هكا ويلعب ولا ويربح واحد يقول كريستيانو ولا ميسي ولا محرز مش نعم بورتو كي قدر يريدها في الماينسات تعادج يكون واجد وكيف يفهم وفيها تاني أرغانيزاشن وفيها كوتشينج يعني تكوينات تكوينات خدش هما منظمات هما يكونوا منظمات بروفسيونال عندهم لي كوتش عندهم الناس ليتبعوهم عندهم لي بسيكولوج عندهم يديروا الاستراتيجية في اللعبة نعم مش هكا راحة العشوائية نعم ياسين يعني هل تابعوهم تابعوهم انتو ما قبل المنافسات ولا انتو ما فقط تتنظموهم نحن نساعدوهم نساعدوهم بش ننجوهم من صغرهم وننصحوهم بش يكونوا هكا يعرفوا شي يديرو بش ان شاء الله يولوا بروفسيونال هي إلى الغاية الآن الآن ماز مزارفة زائر ملحقناش لهذاك نعم يعني درجة المتابعة والتطوير نعم نحن نسيو نشاركو وحنا ديرنا هكا احنا في المنظمة هواية ديرنا نسيو ان شاء الله ندعمو الجزائرين بش نطلعوهم بش يمثلوا البلاد ان شاء الله وان شاء الله شينهار دولتها يعني عندكم داخل المنظمة دورات تدريبية لهؤلاء الشباب نسيو انساعدوهم ويعني على ذكر دورات التدريبية المدربين هل هم جزائريين ام من خارج الجزائرين نحن جزائريين خلش احنا منظمة جزائرية ونسيو اندعمو في بلدنا خلش كايين بلدان اخرين نعم يدعمو في الرياضيين تحهم ونسيو اندعمو في الرياضيين جزائريين بش نبانو ان شاء الله في الكمبيتسيون انترنسيون ورانا نبانو نعم طيب الالعاب الالكترونية هنا في الجزائر عندنا نظر عليها يعني خصوصا للأدفال أدفال يقولك مشي مليح لهم فيها تضرهم يعني على مستوى النظر ديالهم تركيز ديالهم كذلك وحتى الدراسة ماذا تقول لنا يا سن نحن قلوب اللي نحن نجو ندراريين ننصحوهم نقول لهم اللي يفو دجال أبواتهم يكونوا على بلهم شارهم يديرو الأولوية للدراسة والأولية هذه مشي ختم ما زالك ماريش ختمو ما زال ماريش بروفسيونال ما يقدرش ختمو ليست باحتراف هذيك هي قلهم هذي هواية ويفو تكون منظمة منتظمة منتظمة وتكون محروصة وتكون الأبواتهم على بلهم شارهم يديرو ويحسوهم كما دراريك يروح الفيسبوك ولا دراري يروح للسوشيال ميديا ما يروحش غير هاكا أشوائيا باباه يكون يعرف شارهم يدير لا بد من متابعة من طرف الأولياء نعم نحن ننسيون ننسيون توجهوهم يعني توجهوا الأولياء والأطفال كذلك الأولياء تأني ما على بلهم مش مساكن حاجة جديدة هما ما على بلهم كم زفلي ما يقولوش فرصهم بلها دي بلك فيها خدمة بلك فيها نعم بلك فيها أفنير الدراري بلك لكن ياسين في بعض الأحيان توصل إلى الإدمان يعني الطفل والمدمن على الألعاب الإلكترونية خصوصا في البيت في الشارع وكنا شفنا يعني ممكن الثلاث سنوات الأخيرة ظهرت بعض الألعاب وين تصدرت التراند وحتى يعني عملت ضجة كبيرة داخل البيوت الجزائرية هذه كما يكونش الأولياء تابعينهم ومخلينهم هكا عشوائيا خطشا الواحد كما يقول لك أنا عندي وولد صغير مخللش يلعب عشر سواء في النهار تفعل لوجيك كان الوقت القرائة كان الوقت بشي خرش كان الوقت بشي شوف العائلة كان الوقت محدود بشي لعب وكي لعب على البان شهره يدير مشي لعب عشوائيا وحنا منحنا منظمة وحنا يرن أكبار وعلى البان نوسى كانوا في الجماعية عندنا كانوا عندهم مقريب خمسة عشر عام في الضومان نسيوا ندعمهم ونسيوا نورهم كيف يديرون وننصحوهم بش نربحهم من الوقت بش نحنا الوقت لنحنا في وقتنا مكانش كاينة مكانش لكي كبار علينا ينصحونا نحنا نسيوا هالتجربة اللي نقدرناها هما يبرفيتون منها بش هما ان شاء الله يكبروا نجيل جديد وهم ان شاء الله يمثلوا نعم ويعني كريمة لو تشاطرين الرأي الكثير وحتى المشاهدين يعني نعرف ان الرياضة العادية يعني هي مفيدة للجسم بالحركة وربما بتلك الالعاب اللي يعملها الانسان تلك الحركة اللي يعملها لكن الرياضة الالكترونية الكثير ينتقدها ويقول انه غير مفيدة للجسم فكيفاش تقدر ترد عليهم هي مكاشغي خدش كان رياضة رياضة الالكترونية جسدية كيفاش تلعب كما عن مثل الVR رياضة الVRTUAL رياضة كيفاش تلعب كما شفناهم في الصور يعني نعم لا لا تلعب جمع تلعب تلعب نشاط رياضي حركة تلعب حركة هي كالي يستعملوها بزاف لعندهم صعوبات باش يدروا رياضة كلاسيكية يستعملوها هادالالآدت الرياضة الالكترونية وما كاشغل الجسم كانت العقل يعني تنمي الذكاء كده نمي الذكاء تساعد في البسيكولوجيا هي أداة تاعة تاعة كومينيكيشن هي خدش بها الواحد ما يكونش غير مغلوق بينها بين روحها أحنا منظمات ندروا ندروا العلاقات بين هات المشاركين بشي مغلوق بناتهم يعني ممكن تكون المسابقة هي جامعة للكل يعني فيها إفادة أنه واحد من ولاية وآخر من ولاية ثقافتين مختلفتين في فضاء واحد أنا بشي نقول لك نحن كنديرو هنا منظمات في الجزائر العاصمة يجونا ناس ما مشلف من بزكرة يجونا ناس ما مالها بجائر كل ربوا على وطن يعني تجمعوهم كلهم في دار الشباب ولأي مكان تنظم فيه المنافسات وهي أعلان بالتعامل في الصيف. يعني الصيف اللي هو تعالى المنافسات. هي مور الباك. مور الباك. شلاش كان الوقت على القراية وكان الوقت على اللعب. مور الباك إن شاء الله كان ملتاقات غادي نديرو. غادي إن شاء الله نديرو مع خدمه مع الجامعات. وغاين نديرو شاريتي إفنت. خطش هذه الألعاب هي تضمن بزاف الغاشي. وإحنا بهذا المنظمة على الألعاب نساعدو اليتامة ونساعدو المساكن. يعني هنا دخول العمل التطوعي والإنساني. حتى الجمعوي في المسابقات وفي منظمتكم. كما في الرياضة كلاسيكية. نساعدوه خدش علاش. نحن على بناب اللي كان المساكن اللي ما عندهم. ما يقدروش يديرو هذه النشاطات. نحن نساعدوهم. الأبواب مفتوحة لقاع المشاركين. اللي بغي يجيما الحبابة. وكنت سمحتوا يعني هل الآن كنت قلت كلمة أنه فيه تنسيق ما بين الجامعات وأنتم. يعني من غير الجامعات هل فيه تنسيقيات أخرى بين المنظمة وبين ربما تلك المؤسسات؟ نحن ننسيون 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 نعرفو هذه النشاطات عبر هل كان يمنصيات أن تتعاف ذلك؟ نعم ذلك؟ نعم ننسيون ننسيون لاهم. ، فانك ، وسيلة ترفيهية كذلك ياسين. نعم نعم هم يعرفوا الجن الجزائري دورك يكون صغير يتبع الفورتنايت يتبع البيبجي يتبع سوال حتى عوقتها ونحن نسيوا نفهموا لشركة هذو كيف يقدروا يديروها عن طريقة 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 ممليح جنا ما دابين تكون ممليح بش هاكر ناس موطيفك على الغاشف تزير إن شاء الله يعني يكون عملكم كل ممليح وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح آخر نزيد من التألق والنجاح شكرا لك ياسين طهاري على قلوبك معنا ينهار اليوم كلمة أخيرة تقولها معنا حبيت غير انتحي الفريق الفريق وصيرتون الرياضيين اللي يمثلونها كما خير الدين في سريت فايتر وموح في سريت فايتر وراوف في ببجي يشرفونها في الجزائر ويشرفونها عبر الخارج شكرا لك ياسين